اللهم عليم الحكيم أيها الإخوة الأحبة وحييكم بتحية الإسلام جميعا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي الله طلبة العلم المقبلين على بيوت الله والمقبلين على حلق الذكر والمقبلين على كتب العلم وأفضل ما تعمر به المساجد الإقبال على الله صلاة ركوعا وسجودا وتلاوة وقراءة كتب العلم والعمل على مدارستها كنا مضينا في الشوط الأول في اللقاء الأول حتى وقفنا عنده الباب الرابع الحمد لله انتهينا من الباب الثالث ووصلنا إلى الباب الرابع في آذاب معلم القرآن ومتعلمه وفيه فصول ومع أخي الشيخ عبد العزيز حليل تفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شق الأنبياء والمسلم وعلى آله وصحبه أبنائه قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بالعلم من كتارين الباب الرابع في آذاب معلم القرآن ومتعلمه وفيه فصول هذا الباب مع البابين بعده هو مقصر كتاب وهو طويل ممتشر جدا فإني أشر إلى مقاصله ممتصرة في فصول ليصفل هزه وضبطه إن شاء الله تعالى جميل إذن هذا الباب والذي يليه من الأبواب المهمة لأنه الباب العملي المتعلق في آذاب العالم والمتعلق نعم فصول أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد لذلك رضا الله تعالى قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا أو يخيموا الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القديمة أي الملة المستقيمة وبالصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إمانوا وهذا الحديث من أثول الإسلامي وروينا عن ابن أباس رضي الله عنهما قال إنما يُعطى الرجل على قدر نيته وعن غيره إنما يُعطى الناس على قدر نيتهم وروينا عن الأستاذ أبو القاسم الخشيدي رحمه الله تعالى قال الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد وهو أن يُريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع المخلوق أو اتكساب محمدة عند الناس أو محبة أو مده من الخلق أو معنى من المآمن سوى التقرب إلى الله تعالى قال ويحفف أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وعن هذيفة المرأش رحمه الله تعالى الإخلاص استواء أفعال العبد كالظاهر والباطل وعن ذنون رحمه الله يعني هنا من الملاحظات النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الأمة وخصوصا الأساتذة والمدرسين والمعلمين والدعاة والعاملين إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيفة والمريضة والكبيرة ولا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء اليوم يذهب الإخلاص فنجد من يصلي للناس يطول ويتمعان ويختار الأماكن للتلاوة ويعمل الأنغام وكذا وإذا صلى في بيته صلى سريعا صلى خفيفا وقرأ من غير روية ومن غير تفن فمثل هذه الأعمال تنحت في الإخلاص وتؤثر في الإخلاص توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لا نؤذي الناس ولا نتباهى أمام الناس بالكثرة إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فهذه من علامات الإخلاص أنك لا تظهر البطولة أمام الناس والتطويل والتجديد وإذا مختليت وإذا بك التحيات لله وأنت لا تحيي السلام عليك أيها النبي ولا كأنك توجه الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام سلاما إنك حميد مجيد وأنت لا توجه الكلام للحميد المجيد إنك صلاة من غير خشوع في البيوت هذه الحقيقة من الملاحظات على جيل المسلمين اليوم أرجو لطلبة الإنمي أن يتنبهوا لها إذا فرغت فأخرج الدمعة ذكر الله خاليا ليس أمام الناس ففاضت عيناه ليس تدمع فاضت وكأن الدمع الذي ينهمر كأنه فيضان يملأ العين ويتصدق بالسر حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه نريد هذه الكوكبة الصالحة القدوة التي إذا اختلت بالله تبتلت وذكرت واشتغلت واشتهدت وإذا كانت أمام الناس أخفت الكثير من أعمالها الصالحة حتى لا ترأي بها الخلق نعم فضل نعم فضل وعند النون رحمه الله تعالى قال ثلاث من علامات الإخلاص استواء المده والذن من العامة ونسيان رؤية العمل في الأعمال واقتضاء صواب الأعمال في الآخرة تلحظون الإمام النووي هذا الإمام الرباني الصالح إمام الشافعية في زمنه مع علم واسع بالفقه المقارن بما عند الأعمة من كنوز من الإمام مالك والإمام أحمد تلميذه تلميذ الشافعي والإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت مطلع الإمام النووي على أقوال الأعمة في المذهب وفي خارج المذهب إلى المذاهب الإسلامية العظيمة الأخرى الذين اجتهدوا في دراسة القرآن والسنة وآثار الصحابة حتى أخرجوا لنا هذه الفتاوى انظروا إلى الإمام النووي يجمع إلى علم الحديث والاشتغال بعلم القرآن في آداب حملة القرآن يجمع أقوال الأئمة الربانيين ظرو يركز على الإمام أبي القاسم القشيري العالم الرباني في قضايا الإخلاص ويغرف من هؤلاء الأئمة حتى يصل إلى ذنون المصري الناس تعرف ربما أشياء بسيطة ساذجة يد تنتشر بين العوام لكن الإمام النووي يغوص في هذه الكتب التي تمثل فيها الزهد الحقيقي والفهم الحقيقي للدين في إجلال رب العالمين وإفراده وتوحيده والإخلاص له وحسن التوكل عليه وأن يكون الله عز وجل هو المقصد هو الهدف هو الغاية يأخذ أقوال هؤلاء إلينا الربانيين غنيمة لنا فيها سهم اليوم الناس تترك هذه الكتب بحجة كذا وحجة كذا وحجة كذا كما ترك الناس كتب الفقهاء الأربع الكبار بحجة كذا وكذا هذه ثروة ثروة علمية هائلة كبيرة يعجبني هذا التطواف وهذا التوسع من الإمام أبي زكريا النووي حياك الله دكتور وليد مرحبا يعجبني هذا التطواف في بطون الكتب واستخراج هذه الفوائد ثم ينظمها نظما في كتبه ومنها هذا الكتاب التبيان في أدابي حملت القرآن نعم وعن ذنون وعن ذنون إذا سمحت وعن ذنون رحمه الله وتعالى قال ثلاث من علامات الإخلاص استواء الملح والذن من العامة بعض الناس تمدحه يفرح تنقده لا ينام الليل ويرد عليك بعشرين صفحة لا يتحمل النقد يستوي عندك المدح والنقد والذن إذا أنت لا تريد إلا وجه الله عبز وجل هذا التصنع للمخلوقين من آفات الزمان اليوم التصنع للناس والاهتمام بالناس والتركيز على الناس وتركي رب الناس ملك الناس إله الناس أن يستوي عندك الذنب والمدح نعم ورسيان رؤيك العمل في الأعمال نعم لا تتفخر بأعمالك اعمل وانسى واعطي وانسى وتفضل وانسى وترك المن لأنه لا يدخل الجنة منان والله لا يحب المنان والمنان سيحبط عمله اعمل وانسى نعم واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة واجعل اجعل همك محصور بالآخرة أنك ستتقاضى أجرة عملك من الكريم الكبير بعطائه وفضله بعض الناس يمنوا على الناس أنه قرأ كتاب كذا وعمل سنة كذا وفكر في كذا وأعطى كذا وصنع كذا وجاهد في كذا لا اعمل وانسى والله يحصي لك كل شيء وسيوفيك ويزيدك بل يأخذ خير أعمالك ويسامحك عن سيئها يجزيك بالأحسن ويجعل الأحسن هو المقياس هذا هو الإخلاص الحقيقي نعم وعلي الفضل بالإيام رضي الله عنه قال ترك العمل لأجل الناس والعمل لأجل الناس شر والإخلاص أن يعافيك الله منهما والإخلاص والإخلاص أن يعافيك الله منهما إذن العمل من أجل الناس شير كون شير كون أحد كبار التابعين يطيل ثيابه فوق الكعبين يقول للخياط يقول كان الورع في التشمير أن تجعل ثوبك قصيرا اليوم أصبح الرياء بطول اللحية وقصر الثياب يتفخر يمشي يتباهى ويتبختر ويستصغر الناس ويحتقب كل هؤلاء لا يساوون جناح بعوضة كلهم مشركون إلا هو ما هكذا كانت تربية الصحابة الكرام فلا نريد أن نفعل الشيء من أجل الناس ولا نتركه من أجل الناس وإلا كان تصنعا ورياءا ويدخل في الشرك نعم وعن سنة التستري رحمه الله تعالى قال نظر الأكيس في تفسير الإخلاف فلم يجلوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيه لله تعالى لله تعالى وحده ما معنى الأكيس جمع كيس ليس جمع كيس جمع كيس والكيس هو العاقل والأكيس هو العقلاء نعم هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيه لله تعالى وحده لا يماذجه شيء لا نفس ولا هو ولا دنيا وعن السري وعن السري آه عن السري عندنا السري السقطي وجنيد البغدادي من زهاد بغداد الكبار نظروا كيف يغوص الإمام النووي في كتب أهل الزهد والرقائق ليس فقط في كتب المحدثين الكباب اجمع وذي الميزة أن تفعل أمة محمد جميعا لا تستقد بشيء سياسي ويحقد على أهل العقيدة وأهل التوحيد وأهل العبادة وأهل الأخلاق لأنه سياسي عنده حزب إسلامي وآخر لأنه مجهول بالعبادة يحتقر كل الآخرين لأنه زاهد عابد كثير الذكر لا يجوز هذا كله إسلام من العقيدة إلى العبادة إلى الأخلاق إلى السياسة إلى التجارة إلى المال إلى الإنفاق ربما طالب في جامعة أقرب إلى الله من مئة أستاذ في الجامعة بزهده وإخلاصه وعبادته ليست القضية بالمناصب وليست القضية بالأئمة والمجتهدين والكبار إنما كيف نتعامل مع الله عز وجل إخلاصا له هنا لا نريد أن تمنى بعملك فتسقط الآخرين تفعيل الأمة الإسلامية جميعا أستفيد من صاحب الأخلاق وأستفيد من التاجر المنفق وينضعف إيمانه ربما يدخل الجنة قبلي بالإنفاق إمرأة جاءت مسكينة فقيرة فأعطتها السيدة عائشة أعطتها تمر فأعطتها لأحد أولادها أعطتها تمر أخر فأعطتها لولدها الثاني فأعطتها تمر لها فقسمتها نصفين وأعطتها لأولادها هذا نصف وهذا نصف فأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المرة تدخل الجنة بهؤلاء الأولاد الذين تحن عليهم فيحن الله عليها اتقوا النار ولو بشق تمر فهذا المنفق الذي يشتغل السنين ثم يأخذ المال وينفقه قد يدخل الجنة قبلي وأنا خطيب المنبر وكذا وكذا لا تعجب بنفسك أبواب الجنة أو ما يدخل الجنة وما يوصل إلى الجنة يزيد كثرة على أنفاس البشر الطرق التي تدخل الجنة لا حصر لها لو يأتي باحث ويجمع لنا قيل ادخل الجنة فهو في الجنة فكتب الله الأول جنة أصناف الأعمال التي تدخل الجنة خذوا به إلى الجنة اللهم صيب النافع تجدون كل هذا من الأعمال الصالحة ربما كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تدخله في الجنة أو تدخله في النافع كلمة ربما أحسب من عشرين سنة من عملي يقول كلمة تغير مجرى التاريخ تغير منهج الجامعة تغير منهج الوزارة تغير منهج المؤسسة يقول كلمة عظيمة في وقت حرج ثمنها غالي إذا بها ترفعه عند الله كهذا الذي جعل الله له سورة في القرآن مؤمن بني إسرائيل سورة مؤمن قال كلمة جالس في كنجرس فرعون جالس مع فرعون ومع المجرمين الذين يعبدون من دون الله وهو مؤمن ويكتب إيمانه جالس في هذا المجلس ويقول كلمة صالحة في هذا المجلس يسطرها القرآن الكريم قرآن يتلى جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل حتى تقوم الساعة لهذا المؤمن الذي يكتم إيمانه يكتم إيمانه قال كلمة صالحة في موقف لا تحكروا أحدا أيها الإخوة أيها الإخوة الكرام احذروا من آثة العصري كفى بالمرئ إثما في الصحيح أن يحقر المسلم أخاه كفى به إثما أن يحقر أخاه لأن أخاك ليس من حزبك ليس من مجموعتك ليس على طريقتك ليس على منهجك وإذا به يتحول إلى إنسان لقمة له عندك وتهم التسعين بالمئة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تكون ربانياً كيف تكون مقداً للأمة وأنت تنظر بهذا المنبار ميزان مختل إذا حاسبك الله به سيشق عليك كما شخفت على الناس وربيت الناس الخطأ ربيتهم على الحقد وعلى التشهير وعلى التكثير وعلى التفسيق وعلى الذنب وعلى الغيبة وعلى النميمة لأنه ليس من جماعتك أو ليس على مسلكك أو حزبك هي التربية التي لا تجوز أيها الإخوة التي لا نريدها أن تشيع أيًا كان صاحبها لا تحكرن مسلماً أبداً ولا تحكرن معروفاً أبداً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق لا تحكرن من المعروف شيء فكيف بالأخوة في الله أصحبها يكونون على منامر من نور وإن كان أخي ضعيفاً سيتقوى به سيتعلم به سيتخلص من شوائبه وعيوبه مع الزمن أصبر عليه هذه نقطة في غاية الأهمية ونحن نتحدث عن الإخلاص تفضلوا وعلى سريم رضي الله عنه قال لا تعمل للناس شيئاً ولا تترك لهم شيئاً لا تعمل للناس شيئاً ولا تترك لهم شيئاً نعم ولا تأتي لا من الغمط ولا تغمط ولا تغمط أضيفه ميم هنا تغمط الغمط هو البخس تغمط الناس حقهم يعني لا تعطيهم حقهم ترى القشة في عين أخيك ولا ترى الجذع في عينك هكذا كان يقول السلف للناس النقادة فلان كذا فلان كذا فلان ولا ينظر إلى عيوب نفسه أرحموا الناس يرحمكم الله عز وجل نعم ولا تغمط لهم شيئاً ولا تكشف لهم شيئاً وعن الكشيري وعن الكشيري ما معنى لا تكشف لهم شيئاً ونحن في زمن الفضائح يقرأ مئة شريط لك ليستخرج لك عيباً واحداً فيشهر بك سيشهر الله به لأنه يحب أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا إنسان له تسعين حسنة عنده امتياز امتياز عالي وعنده عشر سيئات عشر أخطاء قالوا عبد الرحمن بن عوف فعل كذا وكذا وكذا فقال له هذا الصحابي الآخر ما فعل للإسلام أعظم نعم هناك ملاحظات على عبد الرحمن ولكن ما فعل للإسلام أعظم قالوا فلان من الأئمة لعلي بن المديني فعل كذا قال هو البحر لا تكدره الدلاء أكذا الربانيين ينظر إلى الغالب كما تنظر الجامعة إلى غالب العلامات فتنجحك إذا علامتك ستين وقد خسرت أربعين علامة عندك قرابة نصف من الأخطاء ولكنك ناجح والله عنده ميزان يوم القيامة ستوزن به جميع الأعمال فإن كنت ناجحا فصحيفتك بيمينك لأن حسناتك قد غلبت سيئاتك هذا ميزان الرب لماذا لا نعمل به كيف يرجح الميزان رجحت الحسنات إلى الجنة ما دام غلب خيرك شرك لماذا لا نتعامل مع الأمة بهذه الطريقة لماذا نفضح لماذا نؤذي نؤذي اليهود نؤذي النصارى بذنوبهم بجرائمهم بجناياتهم بأخطائهم بكبائرهم نؤذي الفساق من ترك الصلاة وترك الزكاة وترك ودخل في الكبائر وترك أركان الإسلام لا نؤذي الساجد الراكع من المصلين وإن كانت له أخطاء نحن نصلح ولا نؤذي نعم وعن الحشيري قال أفضل السر في استواء السر والعلانية وعن الحارف المهاسب رحمه الله قال الصادق هو الذي لا يباري ولو خرج عنه كل قدر له في قلوب الخلائق من أجل صلاة قلبه ولا يحب اطلاء الناس عليه على مثاقين من حسن عمله الله أكبر ولا يكره اطلاء الناس على السيء من عمله فإن كراهته لذلك دليل على أنه يجب الزيانة عندهم وليس هذا من أخلاف الصديقين وعن غيره إذا طلبت الله تعالى بالسلقي أعطاك الله مرأة تبصر فيها كل شيء منهم المرآة يعني مرآة نعم أطاك الله مرآة إذا رأينا الألف مع المدة نمد إذا رأينا الألف عليه همزة نقصره نقول إبراهيم إسحاق إسماعيل أحمد لكن نقول آدم آدم لا نقول آدم ولا نقول أيضا مرآة مرآة إنما نمد مرآة لأن عندنا مدة تختلف عن الهمزة الهمزة هنا قطع أحمد إبراهيم لكن هنا آدم لا نقول آدم آدم يعني جلد جلد الشيء ظاهر الشيء وجلده آدم نعم أعطاك الله مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة وأقول السلامة هذا كثيرة أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبها على المثلوب وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرهها في أول شره المهذة وضممت إليها من آداب العالم والمتعلي والفقه والمتفقه ما لا يستغني أنه طالب العلم والله أعلم يعني انظروا الانصاف يقتضي هكذا يعني بعض إخواننا الفضلاء ربما هو عنده عالم أو عالمين لا ينقل إلا عنهما وكأنه لا يوجد في الأمة سواهما وهذا اختلال أيضا في الميزان يعني انظروا إلى التطواف في أقوال العلماء والاستفادة من كل علماء الأمة ولا أن حصر في كورنر واحد فلا أنقل إلا عن عالم واحد وأتعصب ما هي العصبية العصبية أن تغمر عينك عن كل الجوانب وتركز على زاوية واحدة فقط هؤلاء هم والبقية لا شيء ننفتح على المكتب الإسلامي على الأمة المسلمين ونأخذ من كل ولكن لا نأخذ إلا صوابا لا نأخذ إلا ما وافق الحق واتصل بالأصلين الكريمين من القرآن والسنة وما خالف الاحترام له ونعتبر هذا الإنسان سهى هنا خطأ هنا نسي هنا لا نشهر به أخطأ نسأل الله أن يسامحنا ويسامحه ولكننا نأخذ ما عنده من خير ونأخذ لأن كل ابن آدم خطأ وخير الخطائنا التوابون كل ابن آدم يخطأ من المؤلفين من الأئمة يعني ابن مسعود عبد الله ابن مسعود صحابي جليل كبير عد له ابن خزيمة أربعين خطأا ونقلها البيهقي أيضا أربعين خطأ في صحابي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من سبعين سورة من فم النبي عليه الصلاة والسلام مرضة طرية من السور العظام في مكة والمدينة أربعين خطأ وما أحد أطال لسانه على ابن مسعود كان في مصحف ابن مسعود يشطب الفلق والناس يقول هذا الدعاء ليس قرآن يقول أعوذ برب الفلق ويقول أعوذ برب الناس يقول هذه تعويذات كان يعود النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن والحسين وعلى نفسه وكذا ويخالف كل الصحابة في ذلك لم يطول أحد لسانه على ابن مسعود الناس مؤدبة ربهم من النبي صلى الله عليه وسلم على عفة اللسان الصمت عن الأذى ويصال النصيحة برفق وأدب فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما خرج من شيء إلا شانه ابن مسعود كان إذا ركع يطبق تعرفون الإطباق يطبق رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة واحدة لا أدري كيف مدى النبي صلى الله عليه وسلم يلله لسبب من الأسباب أخذ هذا وترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة في وضع اليدين على الركبتين في الركوع ابن مسعود يمد يديه تحت فخذيه في الركوع لا يعمل هكذا يعمل هكذا يدخل اليدين في الداخل أربعين قضية ينقلها ابن خزيمة في صحيحي عن ابن مسعود كلها أخطأ فيها ابن أم عبد رضي الله عنه وهو فقه الصحابة والمجاهد والصابر وابن عباس ذكر له ابن رجب الحنبلي في بعض كتبه ومنها الفرق بين النصيحة والتحقيق والتعيير حققناه قديما في السبعينيات من القرن الماضي قبل أكثر من أربعين سنة حققته في مصر الفرق بين النصيحة والتعيير ذكر ابن قضايا لابن عباس قال مع ذلك لم يشهر الصحابة بابن عباس ومنها قضية المتعة ما ترجع عنها إلا آخر عمره ولم يقل الناس فسقوا قضا وزناوا بآدب وينظروا لهذا العالم من حقه أن يشتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ مدام هو عالم ليس عدو للإسلام هو يحاول ولكن هذا مبلغه من الفقه والإلم لا نشدد ونحنق الناس إما على مزاجنا أو لا يكون لا ليس كذلك نعم فصل وينظر أن لا يقصل بها توصل إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو إزاد أو رفع على أقران أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك ولا يشوف عند المقرئ إقراؤه بطمئن في رفق يحسن له من بعض من يقرأ عليه سواء كان الرفق مالا أو خلوة أعد إيش عفوا ولا يشوف عند المقرئ إقراؤه بطمئن في رفق هذه من أخطاء المحققين للأسف الشديد من الأخطاء الفاحشة من الأخطاء السيئة يعني المحقق أحيانا لا يراجع النص بشكل جيد لا يجمع النسخ ويقارب بشكل جيد الآن إذا قرأنا هذه العبارة بتروي كيف قال ولا يشوف عند المقرئ إقراؤه بطمئن في رفق يحسن له من بعض من يقرأ عليه سواء كان رفق مالا أو خلوة وإن قلّ ولو كان على صورة هدية التي لو لا قرأتوا عليها لما أهداها إليه قال تعالى طيب يعني ما هي المشكلة في العبارة ولا يشوف عند المقرئ إقراؤه بطمعن لا يشوف يعني لا يكره لا يكدر الشائبة الكدر والإشكال كيف لا يشوف وهو يطمع ولا يشوف عند المقرئ إقراؤه بطمعن في رفق يحسن له نعم ولا يشي ولا يشين يشين ويشوب واحد كلاهما خطوون كيف لا يشين ولا يشوب كيف لا يقدح ويجرح بالعالم أن يطلب بعض المنافع والمصالح من خلال إقرائه للناس وهو يطمع بهذه الأشياء إذن ما هو الصواب عند خطأ ولا يشين المقرئ إقراءه لا يشوب المقرئ إقراءه بكذا يعني لا يخلط هذا بهذا أما إذا قلنا عند المقرئ لا يشين عند المقرئ يفعل كذا وكذا إذن نحن نرضى له أن يتوصل بتدريسه للعلم إلى المفاة المنافع والمصالح والرئاسة وكذا لا المعنى بالعكس نعم وليشوب إن المقرئ إقراءه بطمع عند ليس صواب ولا يشوب المقرئ إقراءه بطمع لا يخلط المنع كلمة عند خطأ نعم وليشوب المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحسنه من بعض من يقرأ عليه سواء كان الرفق مالا أو حجمة إنما كان عبد الله بن عمر يقول مجاهد المفسر يقول خرج قلت لعبد الله بن عمر سأخرج في كتيبة كذا للجهاد في سبيل الله يقول فخرج يشيعني ثم قال ليس عندي ما نعطيك عبد الله بن عمر إنما سأعلمك كذا وكذا فعلمه أشياء جميلة وخرج يشيعه مسافة يودع كانوا إثنان مجاهد وتابعي آخر إذن العالم لا يكسب من الطالب العالم يعطي للطالب من حنانه من وقته من ماله من فضله من صبره لا يحلب الطالب ويستفيد من الطالب إذا كان عالما كبيرا فالكبير يعطي الصغير والكبير يحمل الصغير أما إذا كان منتفعا يحلب طلبته إذا كان منتفعا جاء من أجل الانتفاق وليس من أجل خدمة الدين وتربية المسلمين الصورة مختلفة عند الصحاب والتابعين أسلم أبو بكر وهو ثري فتحول فقيرا لما آلت إليه الخلافة حمل الزنبيل في اليوم الأول وخرج إلى السوق فقال لو عمر إلى أين قال أعمل من أين أكل أنفق كل أمواله في خدمة الإسلام والمسلمين أصبح فقيرا قال نعطيك درهمين في اليوم فكانت فكان السلري الراتب لأبي بكر الصديق درهمان في اليوم الكامل ينفق على عياله حتى لا يستذل ليأكل ويشرب ويلبس وكذا أصبح أقبل الصحابة على دين الله أعزاء مثل عثمان سيد قومه في قريش في مكة أبو بكر سيد في قومه محمد بن عبد الله سيد في قومه فأصبحوا أذي الله بسبب الدين يضربهم الناس ويشتمونهم ويلعنونهم ويطاردونهم عثمان يذهب إلى الحبشة يلتجي إلى إخواننا في أفريقيا مع بنت النبي عليه الصلاة والسلام رقية زوجته لينجو من الأذى وكان شريف قومه كانت المرأة المشركة تلعب ابنها الصغير تنطزه وتنقزه وتلعبه وهو طفل صغير مولود جديد أحبك والرحمن حب قريش عثمان أحبك والرحمن حب قريش عثمان لمحبة قريش عثمان هذا الحب الغامر الكبير لأنه كان طيبا حييا منفقا ولكن بسبب توحيده وإيمانه وإسلامه لعنوه وشتموه وضربوه وأذوه كانت المرأة في البيوت النساء في البيوت يلعبون الأطفال أحبك والرحمن حب قريش عثمان فكره العثمان من أجل الدين الناس أتت إلى الدين وهم أعزة كرماء فذلوا في الله وافتقروا في الله كانوا آمنين فخافوا في الله لا نأتي إلى الدين ونتكئ ونأخذ المنح ونأخذ السلري وكذا باسم الدين نريد أن نعطي للدين لا نأكل بالدين لا نتكئ على الدين الدين يعزبنا لا نسخر الدين لنصل إلى مقاربنا نريد من يضحي من أجل الدين من من يعطي للدين ولا من يستثمر الدين ويستغل الدين نعم ولنشب المقرئ اقرأه بطمع في رفق يحسن له من بعد من يخر عليه سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قرأته عليه لما أهداها إليه قال تعالى من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤديه منها وما له في الآخرة من نصير وقال تعالى من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن يريده دائما يريد يعني ينوي كل يريد في القرآن معناها النية معناها القصد والهدف من كان يريد الحياة الدنيا يريدها لوحدها وإلا ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن لا مأس بذلك ولكن لا يريد الآخرة ولا يفكر فيها هو يريد الدنيا للدنيا وحدها فذمه الله عز وجل من كان يريد من كان ينوي ويقصد ويهدف نعم وعن أبي هرارة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغي به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة رواه أبو داود بإسنان صحيح هنا العرف يعني الشدة يعني العطر الررح الطيب نعم ومثل انظروا إلى هذا العالم الناقد رواه أبو داود بإسنان صحيح ليس درويش إمام ناقد إمام بصير راعي يعطي الأحكام النقدية قرأ السنن قرأ الصحاح وتلقاها بالأسانيح وكان يمكن أن يروي هذا الكتاب كله بالإسنات لكن حتى يسره للشباب للناس جعله مختصرا لك نعم ومثله أهاليك كثيرة وعن أنس المبذيطة اليوم نسأل من الذي يفتح سنن أبي داود من يقرأ سنن أبي داود من يستخرج كنوز سنن أبي داود كان العلماء يقولون من كان في بيته سنن أبي داود ففي بيته نبي يتكلم في بيته نبي خمسة آلاف حديث كلها في الأحكام في بيان الحلال من الحرام من المنذري الإمام زكي الدين المنذري المتوفى 656 هجرية صاحب كتاب الترغيب والترهيب والتكملة في وفيات النقلة من أعظم الكتب في التراجب الإمام المنذري يختصر صحيح مسلم لإهميته ويختصر سنن أبي داود والخطابي أول ما يشرح يشرح سنن أبي داود في إعلام السنن خطابي حمد بن سليمان توفي ثلاثمائة وثمانية وثمانين هجرية الإمام الخطابي الشافعي الإمام الكبير اليوم من يعتم بهذه الكتب يا شباب بلاش يشتري سنن أبي داود لأن النسخة الإلكترونية ميسرة لكن على قل يفتح يقرأ رسالة أبي داود إلى أهل مكة يشرح لهم عن سننه ما هو منهجه في السنان ما شروطه في السنان من الذي قرأ رسالة أبي داود إلى أهل مكة اليوم تقول لطالب العلم وهو من أهل الحديث من هو أبو داود لا يعرف اسمه سليمان بن الأشعف لا يعرف كنيته لا يعرف وفاته لا يعرف أنه من البصرة يعرف الذين يلعبون كرة القدم يعرف كذا يعرف كذا هؤلاء أئمة الإسلام العناية بهم تدل على العناية للعلم الشرعي نعم يعني هذا الحديث عند بعض الأئمة يدخل في التواتر ما دام رواه جملة من أهد من الصحابة عن النبي عليه الصلاة معناه من أهميتي النبي يكرره مرة في السفر مرة على المنبر مرة في مجلس من مجالس التذكير إذن يعني لما تأتينا مثل هذه الأحاديث إنسان يطلب العلم من أجل الشهادة فقط لذلك أقول لكم دائما هذه المجالس تزكينا وتزكي أعمارنا وأوقاتنا ليس فيها شهادة ليس فيها نأخذ شيء ونعمل فيه السلري والتوظيف وكذا مثل الجامعات يعني ربما الناس تريد الفائدة ولو يوجد فيها تسجيل حضور وغياب لكان العدد ربما إلى هناك لأنه واجب كان ويوجد غياب حضور والأستاذ يعمل فلان فلان أين هو لكن لأنها لله وفي الله فري لا يشد الناس همتهم فيحضروا إلى هنا ليجلسوا في بيت الله ويسمعوا الذكرى ويتدارسوا العلم إلا وهم يريدون وجه ربهم عز وجل هذه المجالس أنصحوا بها كثيرا لا تحرموا أنفسكم منها إذا لم تجد أحد يصنع يصنع أنت مجلسا واسأل الله أن يسددك وقرأ أنت على الناس إذا لم تجد إذا وجدت همة الأساتذة ضعيفة ولا يعملون المجالس إصنع أنت المجالس وكن أنت القدوة ليتأسى بك بقية طلبة العلم لا بد من مثل هذه المجالس دخل أحد الأمة سبعين ألف إسمعوا رواية فلان ليقول أنا جلست مع البخاري ومع إسحاق بالرهوة ومع فلان فقال ما شاء الله يعني التلاميذ كثر قال له يعني لو صفى منهم عشرة لكان شيئا كبيرا أنا امتحنت سنة 1978 امتحان التخرج من جامعة من كلية أصول الدين جامعة الأسهر في مصر امتحن معي ألف طالب ذكور الإناث في كلية البنات ألوف الذكور وان ثوزن معي لم يجدوا لنا مبنى يحتوينا فعملوا لنا السرادق في الساحات سرادق خيم نجلس تحت الخيم في الحر في الصيف تعرفون الامتحان يأتي في الصيف نهاية العام الدراسي ألف طالب امتحن معي أين هم اليوم لا أرى الأسماء لا أرى تأليفات لا أرى التحقيقات لا أرى الدروس أخذته الدنيا بحار الدنيا بمشاغلها وفتونها من الذي تصدى لنصرة الشريعة بعد التخرج ألف طالب في كلية واحدة الأزر فيه كليات كثيرة وفي كل محافظة توجد كلية أصول الدين ليس كل من يدرس سيصبح عالما ولكن هناك من يوفقه الله فيثبت ويواصل ويحني ظهره في الليل والنهار ليقرأ ويحفظ ويقرأ ويحفظ يحشر يوم القيامة مع العلماء مع وفد معاد بن جبل لما يذهب وفد العلماء إلى الله بقيادة معاد بن جبل أهل العلم حملة دين الله عز وجل الأشراف الكبار ما صاروا علماء حتى صرفوا أربعين خمسين سنة من عمرهم يتعلمون ويقرأون ويدرسون ويتذاكرون كما قال الإمام الشافعي سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل جارية وطيب عناقي وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس يعني مشكلة في الدرس أشهى من مدامة ساقي وأبيت سهران الدجا الدجا يعني الظلام الليل وأنت تبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاق كيف تلحق بي وأنت مع المتاع والنساء والجاريات وأنا سهران مع كتب العلم نريدكم هكذا يا شباب فتفخر بكم أمتكم وبلدانكم ويفخر بكم العلم والتلمذة طريق الأستاذة والجندية طريق القيادة أنت اليوم طالب غدا ستكون مطلوبا الناس تتمنى أن تجلس فتحدثهم وتعلموه يسألوك ويترجوك لأنه عندك مخزون مما تلقيته عن أهل العلم والفضل نعم وليهذر وليهذر كل الحذر من قصده أتكثر بكثرة المشتوينين عليه والمختلفين إليه وليهذر من كراهته كراءة أصحابي على غيره ممن ينتفع به وهذه مصيبة يبتل بها بعض المعلمين الجاهلين وهي دلالة بينة من صهيبه على سئليته وبسر طويته بل هيهجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم فإنه لو أران الله بتعليمه لما كي هذلك بل قال لنفسه أنا أرأت الطاعة بتعليمه وقد قصد وقد قصد بقراءته على غير زيادة علم فلا عتب عليها وقد روين في مسند الإمام المجمع على إمامة إمام المجمع وقد روين في مسند الإمام المجمع على إمامة في مسند الإمام المجمع في مسنل الإمام المجمع على إمامته وحفظه وإمامته أبي محمد الداري رحمة الله عليه عن علي بن أبي ظالم رضي الله عنه أنه قال يا حملة القرآن أو قال يا حملة العلم ائملوا به فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عملك وسيكون أقوام يهدلون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم على نيدهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى أن الرجل ليغضب على جليسه نعم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى أن الرجل ليغضبوا ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تسعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى وفرصها أن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال وردت أن الخلقات تعلموا هذا العلم يعني علمه وكتبه أن لا ينسب إلي حرف منه نعم يعني هو المهم ينتشر العلم وليس بالضرورة يقال فلان أو علام يعني نكران الذات انظروا أيضا إلى صنيع الإمام أبي زكريا النووي رحمه الله كيف يشيد بالإمام أبي محمد الدارني يشيد بأبي محمد الدارني مجمع على إمامته اليوم من يعرف سنن الدارني متى توفي الدارني يا شباب شيخ أبو بكر متى توفي الإمام الدارني عبد العزيز حتى 53 52 نعم حتى 52 أو 57 أو 57 جميل أنت قريب الدارني الدارني توفي قبل البخاري بسنة والبخاري توفي مئتان وستة وخمسون إذن وفاة الدارني كم مئتان وخمسة خمسة وخمسون البخاري ستة وخمسون قبله بسنة وحزن البخاري حزنا عويم وبكر كان محبا للدارني يرى أن بقاءه خير عظيم لدين الله وللأمة من الأئمة الربانيين وكان يقول البخاري لعمرك تفجع بالأحبة كلهم وفراق نفسك لا أظى لك أفجع كان يردد هذا البيت حينما مات الإمام أبي محمد الدارني نعم متى توفي الإمام الشافعي مئتان وأربعة محمد بن إدريس انظروا إلى مقالته الربانية النافعة ليس المهم أن ينسد ليه هذا العلم وهذه الكتب المهم تنتشر بين الناس والناس تنتفى منه نعم وصل وينبغي للمعلمي أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخصال الهميدة والشين المريض مرضية التي أرشبه والشيم جمع شيمة اللي هي السمت والخلق شيمة صفة من صفات النبل شيمة الحياء شيمة الصفة شيمة الشجاعة شيمة الكرم شيمة جمعها شيم شيم نعم ورد الشرع بها والخصال الحاملة والشيم المرضية التي أرشد الله إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهدها والصخاء والجود ومكرم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلعة والهم والصبر وتنزم أن ذنيئ المكاسب وملازمة الورع والخشوء والسكينة والوقار والتواضع والقضوع واجتناب الضحك والإكثار من الوزاه وملازمة الموضائف الشرعية كتوظيف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها وقص الشارع وتقليل الظفر وتسره اللحية وإزالة الروائه الكرهة والملابس المكروهة واليهدى الكل الآن هو يعطي برنامج جميل لطالب العلم كيف يكون وللمعلم كيف يكون الأستاذ لأنه قدوة قدوة نعم والملابس المكروهة وليعذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره والعجب والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه ويربغي أن يستعمل الأهاليس الواردة في التصبيه والتهليل ونهويه من الأذكار والدعوات وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى نعم اتكاله تعويله يعني الاتكال والاعتماد عول على كذا إذا اعتمد واتكر يكون اعتماده على الله تعالى هذا فصل في غاية الأهمية أن تراعى مفرداته وأن تفعل عمليها نعم فصل فصل وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب هالك انظروا أيها الإخوة حتى لما تكون أساتذة تعلم الناس لابد أن نرفق بمن يقرأ علينا يتعلم على أيدينا قد تكون لغته ضعيفة قد يكون فهم وضعيف قال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنت موعد لا أفهم شيئا إنما أقول الله من يسألك الجنة وعذبك قال نعنا حولهما ندندن حولهما ندندن حول الجنة والناس يرفق به لا يقول له أنت قليل الأدب لماذا جلست معنا من الذي دعاك من الذي سمح لك لماذا تنتقدنا أنت جاهل أنت لا تفهم لا يبتسم له النبي عليه الصلاة والسلام انظروا صفات العالم قال قال هنا النووي قال وطلاقة الوجه يكون دائما يبتسم العالم طلاقة الوجه بعض أهل العلم يعني لأنه صار عالما الناس تسلم عليه السلام عليك يا شير سلام وهو يعبسك لا طلاقة الوجه وحسن الخلق أنت مربي الألوف يراقبونك ويصنعون صنيعك فعليك أن تجسد هذه الأخلاق الإسلامية في تصرفاتك نعم ويمغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويكسن إليه لحسب هاله فضروا وينا أن أبي هروان العبدية هارون لا يوجد هارون ولكن في المخطوط هارون وهذا المحقق سامحه الله هو يثبت المخطوط كما هو العلماء يكتبون يعني بإقصار الألف غالبا يكتبون سلام وهم يقصدون مثلا سالم إلا إذا كان اسمه سلام بعض الأئمة ربما اسمه سلام مثل هارون يكتبوها هارون عائشة يكتبوها بلياء لا يوجد ألف لكن نحن لما نقدمها للجمهور للناس في تحقيق المخطوطات لابد أن نجعلها وفق الإملاء الحديث وفق ما يفقه الناس ويعرفون لا وفق من ثمانمائة سنة وألف سنة مما كان السلف يستعمل لابد أن نقدمها واضحة هذا هارون نعم فقال روينا عن أبي هارون العبلي قال كنا نأتي أبا سعيد القدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوسية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أدوكم فاستوصوا بهم خيرا رواه الترميذي ابن ماجا وغيرهما وروينا لهه في منصر الدارين عن أبي درداء رضي الله عنه والله يعني أبو سعيد وأبو الدرداء كلاهما كان يحرصان على تحية طلبة العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا تمام فصل قصل وينبغي أن يبذل لهم النصيحة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة لله والكتابه ولرسوله ولآمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه وإرشاده إلى مصلهته وإرشاده أنت ماشي ومن النصيحة آه ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرامه نعم لأن هذا مبتدأ مؤخر إكرامه نعم إكرام قارئه وطالبه وإرشاده إلى مصلهته والرفق به ومساعدته لا إلى مصلحته والرفق به هنا ومساعدته بعد ذلك تمشي وإرشاده إلى مصلهته ورفق به ومساعدته على طلبه بما أمتد نعم وتأليف قلب الطالب وأن يكون سمحا بتأليمه في رفقه متلطفا متلطفا به متلطفا به ومحرضا له على التعلم وإن بغي أن يذكره فضيلة ذلك ليكون سببا في نشاط أن يذكره وإن بغي أن يذكره فضيلة ذلك ليكون سببا في نشاطه وزيالة في رغبته ويزاهله في الدنيا ويصرفه عن الركون إليها والإخترار بها ويذكره فضيلة الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية وهو طريق الحاضرين والعارفين وعباد الله الصالحين وأن ذلك رتبة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وينبغي أن يشفق على الطالبي ويعتري بمصاله كأتنائي بمصاله ولده ومصاله نفسه ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والصبر على جفائه وسوء أدبه ويعذره في خلة أدبه في بعض الأحيان فإن الإنسان معرض للنقائل يعني إذا كان عندك طالب قليل انظروا إلى أبي محذور كيف يضحك على الأذان والنبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويشرح له وكذا ثم يصبح من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام ومؤذن المسلمين فيما بعد طريقة النبي عليه الصلاة في تحمل نتعلم مثل هذه الأخلاق مع بعض طلابنا الذين عندهم بعض الأخطاء خشون في الأخلاق كذا عيوب فلابد من أن نرفق بهم نعم فإن إلي نعم وإستطعت أن لا يقع الزباب على وجه لفعل الله وفي رواية إن الزباب لا يقع علي فيؤذين فيؤذين الله الله نعم وينبغي أن لا يتعظم على المتعلمين بل يلين لهم بل يلين بل يلين لهم ويتوابع معهم فقر جاء في التواضع لأهالي الناس أشياء كثرة معروفة فكيف يبهى بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده مع ما هم عليه من الاشتغار بالقرآن ومع ما لهم عليه من الحق الصدق وترد لهم إليه وقرج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لينوا لمن تعلموا ولمن تتعلمون لينوا مطلوب منك مع شيوخك ومع طلابك وبلغنا عن بعض العلماء من غير ما يعرف الناس كما كان يعمل الشعراوي يأتي إلى المساجد الغريبة البعيدة وينزع يخبئ عمامته وجبته ويدخل إلى الحمامات ينظف حمامات المسلمين يدخل إلى التواليت التندس وينظف التندس في الداخل فرفعه الله بمثل هذه الأعمال الطيبة الصالحة رجل اختصاصه في علم الكلام والعقيدة وفلسفة اختصاصه الفلسفة فأصبح مفسر الجيل برامجه يقبل عليها الناس كنت في الأزر وأحضر المجالس هذه يمتلع مسجد الحسين بالحضور والناس كلها خاشعة وتأثرة في القاهرة فهذا التواضع لله يرفع العبد نعم وينبغي أن يؤدب المتعلم على تدريج بالآداب السنية والشيام المرضية على تدريج بالآداب السنية السنية التحف السنية بالأحاديث القدسية يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار والسنى هو الضوء فلان اسمها سنى يعني هي المضيئة من الإضاءة يكاد سنى برقه لما يحصل البرق في السماء الضوء يأتي بقوة هذا الضوء فالأخلاق المضيئة الطيبة الأخلاق المنيرة السنية نعم وينبغي أن يؤدب المتعلم على تدريج بالآداب السنية والشيام المرضية ورياوة بباسه للدقاء قلنا الشيام ما هي نعم هي جمع الشيام ما هي الشيام الخصال الطيبة الخصال النبيلة نعم ورياضة نفسه بالدقائق الحقية إذن وينبغي أن يؤدب أن يؤدب المتعلم أن يؤدب المتعلم أو أن نؤدب يعني يؤدب لا بأس يؤدب يعني أهل العلم يؤدبوا با معهم من المتعلمين يعني التلاميذ والطلبة على التدرج لا يأتي من أول يوم فنحدثه عن أدق قضايا التوحيد خلافات التي بين كبار العلماء لا يكفي يعلم من أسماء الله الحسنى صفات الله أن الله معكم أينما كنتم الله رحيم الله كريم الله رقيب الله عظيم الله جليل تحببه بالله ولا تدخله بالخلافات وهو لا زاله مسلما صغيرا فيحصل عنده ربما ربما ينحرف ربما يسيء الضنب المسلمين لأنه لا زاله صغيرا لا يميز الخلاف لا تحشره في مثل هذه المسائل تدرج معه بالتعليم وبعض الناس يأتي إلى طالب العلم يدخله في النحو والصرف يأتي ليتعلم التفسير ويتكلم معه في النحو والصرف وهذه جملة لا محل الآمنة لعرابه فيهرب الطالب بدل ما يخشع وهو يقرأ القرآن ويتعلم معاني القرآن لا يأتيه بمعاني الإيمان يأتيه بمعاني منفرة هذا ليس جيد ليس جيد نعم ويعوده السيانة في جميع أموره الباطنة والجلية ويحرّضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق ووسم النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات ويعرفه أن لذلك تنفته علي أنوار المعارف وينشره صدره ويتفجر من قلبه ينابع الحكم والمطائف ويضارف له في علمه وحاله ويوفق في أعف أفعاله وأقواله إذن نركز شباب يعني نركز هذا كلام هذا الإمام الفاضل الحمد لله عليه الإخلاص الصدق حسن النية مراقبة الله أن الله معك في السر والعلاني نربي طلابنا على هذه المعاني المعاني القلبية قبل أن تحفظه كلام يردده ويكرره لا تنشغل بمظاهره إلقي في قلبه الأعمال القلبية الأساسية بشكل طبيعي سيعجب بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحاول أن يكون على سلته وسيرته وخلوقه حينما يعرف أن هذا الشيء كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم سيحبه هو حبب إليه الله حبب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليقتدي بكلام الله ويقتدي بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ركز على هذه الكليات والفروع تأتي بعض الناس ممكن مسلم جديد يدخل معه في قصص وحكايات كلها تتعلق بالظواهر وكذا هذه القضايا تأتي لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته في مكة أبو جهل كان ملتحي وأبو لهب ملتحي والوليد بن المغيرة ملتحي وكلهم معممون والمجتمع العربي كله كان هكذا إذا تريد تهين إنسان وتحقّره تحلق رحيته هذه إهانة أو تنزع عمامته لذلك من العبادة نأتي إلى الحرم نطوف وكذا في الإحرام ونكشف رأسنا لا يجوز للمحرم أن يلبس العمامة لأن العمامة زينة جمال فكانت هذه من العادات عند العرب فالنبي عليه الصلاة والسلام حسنها وواضب عليها دخل قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ولحيته وافرة ولذلك شعر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها كل من يقلل قدر اللحية أو يحقّرها فقد حقّر السنة وقلل السنة النبوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضب عليها فلذلك في الترمية نحرص على التركيز على الكليات اقرأوا القرآن المكي القارعة الزلزلة الانشقاق الانفطار التكوير قضايا كلها تتعلق باليوم الموعود اليوم الكبير لا يحاب فيه أحد لا يستطيع أحد يشفع إلا بإذن الله لا ينفعك أب ولا أم ولا أحد للأعمل كالصالح الذي تدخل فيه قبرك أو معه قبرك نركز مع طلبتنا على الكليات وكل من ركز على الجزئيات هناك مشكلة في تربيته هناك مشكلة في تربيته أو في عقله ركز على الكليات حبب هذا الإنسان بالله وما كان في يعني اليوم الإمام مسلم يبدأ كتابه بكتاب الإيمان صحيح مسلم أوله كتاب الإيمان دائما آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا الاعتقاد والعمل إن خرم العمل لا قيمة للاعتقاد أنت تكذب معتقدك عنده عقيدة أن الله حرم الربا ويأكل الربا ملعون ويأذن بحرب من الله آمن وعمل هذا الجمع مهم جدا في التربية نعم فصلوا التعليم المتعلمين فرض كفاية فإن لم يكن من يصلب إلا واحد تعين وإن كان هناك جمعة يصلب تعليم بعض فإن امتنعوا كلهم أثموا وإن قام به بعضهم سقط الهرج عن الباقين وإن طلب من أهلهم وامتنعا فأظهر الوجهين أنه لا يأثم لكن يقرونه ذلك إن لم يكن أذر نعم أنت تدعى تدعى إلى مائدة علمية لتنفع الناس لما تعتبر إلا أن يكون لك أذر لكن التصدي لتعليم الناس إذا قام به البعض سقط عن الآخر وليس فرض عين وفرض كفاية لكن إذا لم يوجد أحد يتصدى لتعليم الناس توجب عليك كان عمري خمستعشر سنة في الثالث إعدادي ووجدنا بعض المساجد لا يوجد فيها خطيب فكنا نذهب ونخطب الجمعة خمستعشر سنة نصل على المنبال ولا نحسن إلا القليل من العلم ولكن حاجة الناس وبعد الصلاة الناس تقبل أيدينا ففتين ياريس لكن نلبس العمامة وكذا أنا وزملائي نخرج إلى القرى لا يوجد عندهم خطيب جمعة والمسلمون فيهم خير يدعوني إلى الغداء بعد الخطبة وأنا أريد أن أأكل اللقمة يأخذ اللقمة من يدي يأخذ اللقمة من يدي العرابي المسكين الفلاح ويضعها في المنديل يقول اسمح لي شيخ عندي مريض أريد أن أطعمه هذه اللقمة لعله يشفى هو يحسن الظن بطالب علم عمره ففتين يار أمة محمد فيها خير صلى الله عليه وسلم لكن نحن لا نعمل نحن فقط ننقض ونريد الإسلام يصل إلى الأعلى ونحن لا نعمل شيئا بعضنا يحفظ البقرة أين مجالس البقرة كم تلميذ عندك يحفظ عندك البقرة كم تلميذ يحفظ عندك آل عمران كم تلميذ عندك يحفظ جزء عامة أين المجالس نحفظ ثم لا نبلغ وقد أفادنا التعليم الذي يعلم يغمر في النور ويتدرج في مراتب العلم أنا أشكر الشيخ أبو بكر لما رجع إلى أفريقيا أفاد الناس يعمل المجالس جاء إلى ماليزيا فتلقى العلم من هنا ومن هنا جمع الخير فلما رجع إلى بلدي بشرني فكان فرحي عظيما به لأنه يتعلم ويعلم لا يتعلم ويحبس بخيل الذي يتعلم ويحبس الناس بحاجة إن شاء الله تجمع الناس على سورة القارعة أنت عند الله معلم فقط سورة القارعة أنت عند الله ممن نصح للقرآن وجمع الناس على القرآن وعلم القرآن ليس بالكثرة إن شاء الله أختك الصغيرة إخوانك الصغار تجمعهم أنا أحيانا إذا ما عندي درس أجمع أولادي أجمع أولادي وأقرأ عليهم صحيح الجامع ويفتحون المصحف وأشرح لهم إذا لا يوجد من طلبة العلم ممن يرغب ويقبل أشتغل مع أهل بيتي أنصحكم وأنصح نفسي بالتبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بلغ نعم فصلي يستحق للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا ذلك على مصري نفسك مؤثرا مؤثرا من الإيثار التضحية تقدمهم على نفسك نعم مؤثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست ضرورية وأن يفرق قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة وأن يكون حريصا على تفهيمهم وأن يعطي كل إنسان منه ما يليق به فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم ويسمي عليه ويسمي على من ظهرت نجابته ما لم يخشى عليه فتنة بإعجاب أو غيره ومن قصر عنفه عنفه يعني بهدله يعني شدد عليه أهلا دكتور أمير شدد عليه عنفه عاتبه بشدة نعم ومن قصر أنفه تعنيفا نطيفا ما لم يخشى عليه فنفيره يعني يعني يشعره بغضبه وانزعاجه وكذا لكن تبقى تبقى الرابطة إذا حسه يجفل ولا يقبل النقد وكذا خلاص يتركه هكذا أحسن ما يقطع كل شيء يراعي ينظر إلى المقابل كيف مستواه كيف يتحمل قال يا أبا در إنك مرؤم فيك جاهلية يشدد عليه لأن قال لبلال يا ابن السوداء يعني أنت تناقشني وأنت رجل عبد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا در إنك مرؤم فيك جاهلية شدد عليه فبعض الناس يرتكب المخالفات يبول في المسجد بعض الناس يتخلف عن الجهاد يقول لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج يعرف هؤلاء لو شدد عليهم لفرطوا وانقطعوا ويريد للأمة أن يحافظ على الضعيف والقوي يشد عليه مثل الثلاثة الذين خلفوا خمس وخمسين يوم أو كذا لا يكلمهم لا يسلم عليهم لا يردوا السلام سحب منهم زوجاتهم لأنهم أقوياء من أهل بدر القوي يمكن أن نعتمد على قوته فننصحه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحد أن لا إلاها إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد رسولة الفضيلة بعث مقاما محمودا الذي عدته وصل اللهم وسلم على نبيك ربك ورسولك محمد رسول الله فضل ومن قصر أنفه تعنيفا لطيفا ما لم يرش عليه تنفيره ولا يحسد أحدا منهم لبراءة التظهر منه ولا ماذا ولا يحسد أحدا منهم نعم يعني ممكن التلميذ يكون أنبل من شيخه وأجل من شيخه كما صنع محمد بن يوسف الفريابي يعني الإمام البخاري يعني روى حديثا ثم سألوه من أبو حمزة هذا من فلان من فلان من أبو حمزة قال رسول الله هل في الصحابة رجل اسمه أبو حمزة فالشيخ لم يعرف لم يعرف فالبخاري عمره 11 سنة رفع يده قال أنا أعرف فقال عبد الله بن المبارك كاد معروف بإجلال الشيوخي فكان يكنيهم يكنيهم في الرواية إجلالا لهم فقال أبو حمزة هو آنس بن مالك كان عنده بقلة صغيرة يسقيها حامزة يعني حامضة فكني بها النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها يا أبو حمزة قال له بهذه البقلة الصغيرة الحامزة يعني الحامضة حامضة لا يكليمون يعني ليمون حامض حامز فالنبي عليه الصلاة والسلام كناه بأبي حمزة فلم قال انتظر لحظة فدخل الشيخ إلى بيته ونظر في أصوله فوجد الرواية عن أنس اليمالك فقال لمحمد بن اسماعيل البخاري تعال يا فتا واجلس هنا بجواري الشيخ لا يحسد الطالب إذا كان الطالب مميزا بعض الشيوخ كنت في مصر أرفع يدي في درس الحديث لبعض المشايخ فليني كنت أشتغل بالألفية وكذا وأأتي بالشواهد وأصحح بعض الأمور التي يخطأ فيها الأستاذ بأدب هو يقول يا عرائي أنت ما تتكلمش يا عرائي ولا كلمة فكان يمتعب ويستاء إذا أنا يعني أعطيت فائدة أو شيء فهذا ليس بجيد إنما إذا وجدنا من طلابنا من نبغى ونبولى وتميز ندفعه ونرفعه وندعمه ونشجعه ونعتني به إناء خاصة هكذا كما كان يعتني بصوصنا بمعاذ بن جبل ويعتني بأبي هريرة البلاسل ويعتني بأبي بكر وعمر حتى صاروا كالوزيرين لكم رضي الله عنهم جميعا إذن النخبة من طلبة العلم المتميزين ينصح للعالم أن لا يحسدهم ولا يتضايق منهم إنما يبالغ في إكرامهم ورعايتهم نعم ولا يخسر أحدا منهم لبراءة تظهر منه ولا يستكثر فيهما ينعم الله به عليهم وإن الحسن للأجال بحرام شريف التحريم فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولدين ويعود من فضيئه إلى معلمه في الآخر حسنا والجزيرة الله أكبر وفي الدنيا الثناء الجميل والله موسط ما رأيكم متى الإقامة هل نقف هنا نقف هنا إن شاء الله إذن نقف أنت صفحة 27 صفحة 27 نكتب بلغ هنا وصلنا إلى هنا يمكن تعكفنا الورقة قديلا للعلامة سبحان ربك رب العزة عما يصفه سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا وقبلنا واخفر لنا ورحلنا وثبتنا وزدنا وأنم علينا بالعفو والعافية يا كريم وأنم علينا بالجنة والرحمة والمغفرة جزاكم الله خيرا على حسن إقبالكم وتعميركم لبيت الله عز وجل ولمثل هذه المجالس مجالس الذكر والعلم والخير بارك الله فيكم وثبتني وإياكم على هذا الخير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر